اللون هنا جدا جميل طيب قبل ما بدأ التغطية كالعادة ندخل على تطبيق مستعمل عندهم خدمة جديدة الخدمة انك انت تقدر تكسب فلوس عن طريق تطبيق مستعمل كل اللي عليك تدخل على اي اعلان مش شرط انا اعطيكم مثال ندخل كذا بعدين سوق الان نسخ انشر في جروبات الواتساب اي مكان واي واحد اشترى السيارة عن طريق رابطك حتى اخذ 50% من عمولة موقع مستعمل الرابط هذا بيكون مربوط في عضويتك فضرورة تسجل وتنشر الرابط بالتوفيق لكم يا رب طبعا بامكانكم تحملون تطبيق مستعمل عن طريق ابل ستور جوجل بلاي وايضا متجر هواوي هلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله صباحكم بكل خير اللهم صلي وسلم على نبينا محمد متواجد في فرع جي اي سي الجميع في جدة طريق مكة القديم المرة هذي جاي استلم جي اي سفور بس الفيل اللي قدامنا هذي فئة الفل كامل والفيل اللي راح استلمها فئة النصفل قلت اصور لكم الحكم انها فل كامل عشان تعرفوا الفروقات طبعا هنا الاضاءات ال اي دي الاشارات والرئيس هالوجيني في فتحة سك وهنا الصرفية الليتر واحد يمشي 16.1 بتقييم ممتاز ومجرد ما قرب من السيارة او الريموت في جيبي شوفوا كيف طبعا الحركة هذي معروفة في سيارات جي اي سي هذي داخليتها زي ما قلت لكم الفئة هذي فئة الفل كامل طبعا فتحة سكف عادية وشوفوا تصميم المقاعد كيف طبعا الخياطة باللون الجملي طيب هو هم اختلاف هنا انه الطب لون والشاشة الوسطية يعني هنا كل شي شاشة فاحا نشوف بصراحة اللون هنا جدا جميل جملي فاتح مع اللون الاسود تقريبا او الكحلي مع تطريزات باللون الجملي فحلو فراحة ولم لاحظين فيها رؤية 360 درجة طبعا هذه السيارة المعروضة هنا في المعرض فئة الفل كامل لكن الفئة اللي هنستلمها هصورها لكم وصير تشوفوا الفروقات طبعا سبق ان غطيت هذه السيارة فئة النصفل وحط لكم رابط التغطية عشان تشوفوا المرة هذه هنسوي لها تجربة قيادة فاللي حاب يعرف مواصفات السيارة يخش على الرابط ومشاهدة ممكنة وبسم الله سلامنا السيارة فعلا الاختلاف هنا الجنط هنا مختلف واصغر غير كذا العددات هنا عادية وهنا شاشة صغيرة عكس هناك شاشة كبيرة والعددات عبارة عن شاشة غير كذا التصميم نفس التصميم بس هاللون هنا مختلف لكن برضو هنا مقاعد جلد و الصرفية 16.1 نفس التفاصيل وزي ما قلت لكم السيارة تحديداً صورتها تغطية وهي داخل الفرع فاشوفوا التغطية في الوصف عن هنا تجربة قيادة لا أكثر ولا أقل طبعاً أنا أهم شي عندش العكار بلي موجود والشاشة هذي قياسة تقريباً 8 لكن هنا العددات هنا تقليدية جداً مجرد تفاصيل بسيطة ضغط الإطارات أو مجرد حرارة الإطارات تتوقع هنا طيب بالنسبة للجير هنا الآن في الديك إذا تبغون على الوضعية العادية تزودون تنقصون من هنا التحشيقات طبعاً السيارة فيها 6 سرعات والوضعية الاقتصادية هنا عبارة عن زر فقيادة عادية سبورت هنا وبعدين هنا الاقتصادية طبعاً فيها البريك الإلكتروني الأوتو هولد تقفل الشاشة تعرض الصفحة الرئيسية هنا زي كذا وأكثر من سيارة شرحت الصفحة هذه هنا الصفحة تشبه نفس الصفحات الموجودة في GA8 أهم شي فيه كار بلي زي ما نشايفين وهي جديد السيارة فبالتالي تفصل الجوال بعدين تضغط على أبل كار بلي بعدين تشبه من جديد من شبك معاك كار بلي على طول طبعاً هنا جلد تشوفوا حشوة مع تطرز خياطة وهنا مواد ناعمة والأبواب كمان مواد ناعمة هنا جلد مع خياطة هنا جلد مع خياطة هنا بلاستيك هنا من طيب بلاستيك الدركسون بسيط جداً هنا مثبت السرعة وهنا التحكم بالوسائط ورد المكالمات وإلى آخر بس من طريق العصار أصفر هددات وكذا بس لأكثر طيب قبل شي جربت نظام الصوتي ما شاء الله تبارك الله طبعاً نظام صوتي عادي بس صوت نقي والأمور تماماً الشيخ الثانية نعومة السيارة واستجابة السيارة ما أتكلم عن سيارة قوية لا بس أتكلم كسيارة محركة توربو ما في لاق هذا أهم شي في السيارات الصينية استجابة السيارة مجرد ما تحط رجلك على البنزين السيارة بتستجيب معاك حتى لو أنك حاط على الوضعية العايدية فخلي نجرب نحط على الوضعية الاقتصادية فعلها نحاط على الوضعية الاقتصادية تستجيب بس على الوضعية العايدية ردة الفعل تكون أقوى طيب بسم الله نجرب لكم التسارة حطينا على وضعية السيارة فصلنا معنا لانزلها فأداها والله صراحة أشوف لا بعض صراحة نجرب الفرمة العالمية مثلا نجرب الفرمة العالمية شوفوا كيف السيارة ضربة فليشر من حالها غير كذا نعومة السيارة برضو تمام وأيضا قبل شوي لاحظ شغلة وأنا قاعد يريوس في سيارة جاية كانت قريبة من السيارة فالسيارة فرملت من حالها ففيها نظام مانا التصادم الخلفي ما أدري إذا فيه التصادم ولا مانا ولا لا حنشوف قلت أصور لكم الشاشة بالليل بعدين نشوفوا الإضاءات هنا LED باللون الأصفر عبارة عن فصوص هنا ثلاثة هنا ثلاثة وين بالخلف كمان أربع فصوص في الخلف كنت أصور لكم تصوير ليلي طيب هنا إضاءة الواطي وين إضاءة العالي نظامنا كذا أرفع آخر شي كذا نزل آخر شي انتشار النور جميل صراحة مو ضعيف وماشاء الله تبارك الله عزم السيارة جدا ممتاز يعني السيارة ما بتعاني من أي شي بس تحط رجلك على البنزين تستجيب معاك وامورها تماما تماما وهذا الكاميرا الخلفية وضوحها في المساء غير ناعم سليس ما في عيش كالية مرة ملاحظاتها جدا 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 قليلة للأسماحة أمسك فيها خط سفر لكن حاول أقل شي أجرب لكم العزل على سرعة مية مية عشرة من هالكرام طبعا ما رح أبي فيها بنزين فل ولا شي لأني ما رح أسافر فيها ولا شي طبعا هذا الشكل الريموتر الريموتر المعروف لسيارات جي اسي طبعا جربت أشغل السيارة عن بعد وأتركها فترة فاكتشفت أنيش تقفل من حالة يعني لو أنت لا سمح الله شغلت السيارة عن بعد ونسيتها ما تشيلها مسارة رح تقفل من حالها بعد فترة زمنية محددة طيب أنا الآن على سرعة مية وعشر فبإمكانكم تشوف العزل الأرضي صوت الهوى طبعا ما استخدم معك ولا شي تصوير الآيفون بشكل مباشر طيب خلينا أخذكم جول على السيارة مع الإضاءات فلو تلاحظوا الآن شغلنا كل الإضاءات طبعا هنا عندنا اللد النهاري وبعدين هنا عدسة الواطو هنا عدسة العالي وهنا إشارات الإيدي ما في كشفات طبعا وهنا جانب السيارة صرفية 16.1 طبعا فعت النصفل وما فيها فتحة سكف وهنا الإضاءة العامة LED طبعا لكن الإشارات والريوس هلوجيني لمبة الضباب في منطقة العواكس لمبتين وإضاءة اللوحة هلوجيني وهنا الكاميرا الخلفية طبعا الجناح لونين مع إضاءة الفرمالة LED طبعا هنا البيانو بلاك وهنا لون السيارة ومثبتات الأمتع باللون الفضي وهنا خط كروم ساعة التاكة 55 وجهة اليمين فهذا شيء مريح ما حتمزك سيرة في المحطات طيب أخذكم الآن نظرة على الداخلية طبعا شرحت لكم مواصفات السيارة من الألف لليا ورابط التغطية في الوصف لكن هنا على السرية نظرة على السرية عامشة فيه كار بلاي طبعا فيه سماعة هنا وأيضا فيه سماعات هنا جهة اليسار وجهة اليمين طبعا عدة السماعات تقريبا 6 سماعات ونظام صوتي جميل طارة بصراحة الشاشة اللي في النص 8 تدعم اللمس عب الكار بلاي وكل شيء كذا تنتهي تغطية لهذه السيارة أتمنى التغطية نالت على إجابكم طبعا هي تجربة قيادة أكثر من إنها تغطية للسيارة فأتمنى التجربة نالت على إجابكم أقول لكم سبحانك الله ومو بحمدك أشهد الله لأن تستغفرك وأتب إليك وكن مبتسما دائما في أمان الله